اشتركوا في القناة نبدأ الحين بشرح مكونات اللعبة مثل ما انا شايفين اول شي عندنا هني البورد عندنا الريسورسيز راح تكون على اربع انواع كل نوع في مننا ستة انواع و بعدين عندنا الستاتيوس عبارة عن ثمانية غير هذا عندنا اربع الوان من البيئر كمبوننت مكونات اللعبين عندنا اول شي هذين اللي هم التوكنز عندنا القرى و بعدين عندنا الاسكور بعد هذي راح نبدأ بعملية الستب اول شي راح ناخذ الريسورسيز هذي كلها و نحطها في الكيس هذا اللي يجي مع اللعبة مع الستاتيوس نفسه للتماثيل عبوا و نخلطها بشكل جيد بعدين راح نوزعها بشكل عشوائي على المسطحات الصخرية اللي نشوفها عندنا على البورد و راح يكونون بهذا الشكل على حسب عدد اللعبين راح نرجع عدد من التوكنز هذا الى صندوق فاذا كنا قاعد نلعب مع اربع لعبين راح نرجع عشرة توكنز من كل لعب واذا كنا قاعد نلعب مع ثلاث لعبين راح نرجع خمسة توكنز وفي حال قاعد نلعب مع لعبين نفس ما هو الحال الان راح نستخدم التوكنز كلها في اللعبة و نخلي السكور باد قريبة منها لاننا راح نستخدمها اكثر من مرة في خلال اللعبة الحين اللعبة اللعب عندنا على مرحلتين المرحلة الاولى اللي هي الاكسبوريشن بعد ما نخلصها راح نسوي سكور وعقب نلعب مرحلة ثانية اللي هي الساتلمنت وعقبها راح نسوي السكور ونجمع السكور النهائي ونشوف كل لاعب باش كدر حصل على نقاط نبدأ بشرح عملية اللعب من الاكسبوريشن فايز اللي هي المرحلة الاولى اللعبة تقول اصغر لاعب هو يكون اللاعب الاول فبعد ما حددنا اللاعب الاول او ممكن نحدده بشكل عشوائي بعد ما حددنا الحين راح يختار اللاعب الاول انه يحط اول توكن حقه على الخريطة اشلون يبدأ في الاكسبوريشن فايز لازم كل اللاعبين اول توكن يبدأون فيه لازم يكون واحدة من المسطحات البحرية ياخذ على هذا الشكل السايد اللي هو شكل القارب ويبدأ اي مكان مثلا نقول انه حطه في هذا المكان ينتهي دوره ويروح الدور لللاعب اللي بعده نفس الشي اللاعب اللي بعده لازم يحط اول توكن له على مسطح بحري نقول انه قرر يبدأ في هذا المكان يرجع الدور حق اللاعب الاول الحين عنده الخيار انه يحط قارب ثاني على مسطح ثاني سواء في هذا المكان او بعيد حتى مو شرط يكون جنبه او انه يحط توكن ارضي او واحدة من القرى هذي على واحدة من المسطحات الارضية المجاورة لأول توكن حطه فمثلا ممكن يحطه هنا او ممكن يحطه هنا نفس الشي ممكن يستخدم هذي كتوكن ارضي يحطه في واحدة من المسطحات الارضية قانون اللعبة انه لازم يكون مجاور التوكن اللي يحطه لازم يكون مجاور لتوكن حطه من قبل ثاني شغلا اذا حطيته على واحدة من الريسورس او من التماثيل هذي راح اخذها احطها عندي ثاني شغلة ثانية ما اقدر احط توكن على مسطح في موجود اردي عليه واحد ثاني من قبل الآن سويت رسيت حق الخريطة بجعت التوكن وببدأ اعطيكم مثال على طريقة اللعب اللعبة بسيطة جدا وراح تشوفون شون انه وسريعة مثلا في دور كل لاعب مثل ما قلنا راح يبدأ يحط له توكن في مكان معين يروح الدور لللاعب الثاني اللاعب الثاني قرر يحط في هذا المكان يرجع لللاعب الأول اللاعب الأول راح يتوسع على منطقة المسطح ارضي كل توكن ياخذ كل الريسورس ياخذه يخليه على الجنب وراح اقول لكم شون طريقة حساب النقاط من الريسورس هذي في نهاية الدور هذي نكمل اللاعب اللاعب الثاني قرر انه يحط على مسطح بحري ثاني يبيض من أن اللاعب الأول ما يأخذ عليه هذا المكان يرجع الدور عند اللاعب الأول وقرر أنه يتوسع في هذا المكان نكمل اللاعب هنا الحين رح يبدأ يجمع رسورسز اللاعب الثاني بعدين جاءنا الدور نكمل هنا يرجع الدور هنا بعدين في هذا المكان بعدين هذا اللاعب يقدر إذا يريد أن ينزل واحدة من القرى هذه مالتا على واحدة من السطحات الأرضية شنو الهدف منها رح أشرح لكم ياها في نهاية هذا اللي هو الـ Expiration Phase رح يظل يكمل نفس الشيء اللاعب هذا حط له واحدة من القرى مالتا حطها في هذا المكان يرجع الدور المال ثانية ويقوم بتجميع هذا فرح نظل نكمل رح نظل نكمل اللعب لحد ما أن اللعبين ينتهون يحطون كل التوكنز مالوتهم والقرى هذه مالوتهم على الخريطة أو أنه يتم تجميع كل الريسورسز اللي على الخريطة متجرد ما يكون واحد من هذالي تم رح ينتهي اللي هو المرحلة مرحلة الـ Expiration ونبدأ بعملية جمع النقاط وهنا عندنا مثال على انتهاء المرحلة اللي هي مرحلة الـ Expiration اللي بدأنا فيها المرحلة الأولى واللي حدد انتهاء المرحلة أن اللعبين الاثنين قاموا بتوزيع كل التوكنز مالتهم على البورد مثل ما احنا شايفين عندنا هنا نزل الحين رح نبدأ بعملية الـ Expiration عملية الـ Expiration لمرحلة الـ Expiration في البداية رح نستخدم الجهة هذه فرح نكتب مثلا عندنا الأزرق هذا بلو ويلا نزل الأزرق أول شي رح نحسب نشوف كل واحد فيهم هل قدر يحقق هذا الشرط الشرط هذا يقول لك أنه مستعمر 7 جزر أو 8 جزر فنعد نشوف الأزرق عنده جزيرة جزيرتين ثلاث أربع خمس فما وصل حتى سبع فما رح ياخذ لا عشر ولا عشرين نقطة فراح ياخذ صفر هنا نفس الشي مع الأصفر عنده واحد اثنين ثلاث أربع خمس فنفس الشي ما رح ياخذون شي الشرط هذا يحتاج من اللعبين أن يتوسعون على الأقل يكون محتل سبع جزر على أساس أنه ياخذ على الأقل عشر نقاط ما أحد فيهم حقق هذا الشرط الشرط الثاني يقول له يقول له على كل جزيرة يمر فيها نشوف اللي هو التوكنز مالتا بس طبعا لازم يكونون متصلين التوكنز متصلين وعلى كل جزيرة تمر فيها رح ناخذ اللي هي خمس نقاط على كل جزيرة يمر فيها فراح نشوف الأزرق أول شي الأزرق عنده هذا اللي هو قطار التوكنز مالتا يمر في هذه الجزيرة واحد اثنين ثلاث أربع عفوا واحد اثنين ثلاث أربع خمس فخمسة في خمسة خمسة عشرين نشوف الأصفر واحد اثنين ثلاث أربع هذه الجزيرة ما تنحسب لأنها مو متصلة مع قطار التوكنز مالتا مفصولة هنا لو كان حاط وحدة بس في هذا المكان كان حسبنا خمس نقاط إضافية على هذه فهو حاليا ناخذ واحد اثنين ثلاث أربع فراح ياخذ عشرين بعدين هذه اللي هي الماجوريتي راح نشوف على كل جزيرة منه أكثر شخص موجود وراح ياخذ النقاط اللي موجودة عليها نزيل مثلا منه أكثر واحد هنا الأصفر فراح ياخذ ست نقاط نزيل ياخذ الستة هنا نسجل بعدين هذه همن الأصفر راح ياخذ النقاط اللي تحتها عشرا زاد عشرا هني ثمانية الأصفر زاد ثمانية زاد ستة هني لازم نحسب فيه أزرق أصفر فواحد اثنين ثلاث أربع وهني واحد اثنين ثلاث الأصفر هو الفايل سياخذ ست نقاط زاد ستة والجزيرة الأخيرة اللي عليها الأصفر هذي ولكن الأزرق متشارك فيها فراح نحسب واحد اثنين ثلاث أربع خمس واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست الأزرق فايس فالأزرق ياخذ النقاط مالة هذي اللي هي عشرة راح نقول عشرة زاد ثمانية لأنه الوحيد هنا زاد ثمانية زاد ستة بس بس فياخذ على هذي هذي ما ياخذ عليها بعدين الحين نحسب الريسورس يقول له إذا عنده أربع وزيادة من نفس النوع راح ياخد عشرين نقطة فالأزرق مثلا عنده على هذي عنده خمسة راح ياخذ عشرين نقطة منها نخلي التماثيل على صوب وعنده ثلاثة من هذا فراح ياخذ عشرين عشرة وعلى هذي راح ياخذ خمسة من نفس ما احنا شايفين أربع زيادة ياخذ عشرين ثلاثة ياخذ عشرة اثنين ياخذ خمسة فهو عنده عشرين والعشرة ثلاثين وخمسة خمسة وتلاثين خمسة وتلاثين بعدين يقول له لو عنده من كل ريسورس وحده راح ياخذ عشرة نقاط وسولنا اكسر ريسورس الأخير هذا ما عنده منه فهو هن سياخذ عليها شي ويقول له لكل تمتال عنده راح ياخذارів نقطة فعنده هنا واحد اثنين ثلاث اربع خمس في اربعة عشرين نقطة نفس الشيء سنحسب مع الاصفر الاصفر عنده اكثر من اربعة من هذا رح يأخذ عليهم عشرين زائد عشرة و عشرة و عشرة فعشرين و ثلاثين رح يأخذ خمسين نقطة بعدين يقول له على كل نوع مهما وهو ناقصة واحد من هذيلي فما رح يأخذ شيء والتماثيل عنده ثلاثة في اربعة اللي هما اثناش الحين حسب الاسكور مالا و نكمل اللي هي المرحلة اللي بعدها الحين نبدأ نجهز حق المرحلة الثانية المرحلة الثانية اول شي رح نسوي رح ناخذ كل التوكنز اللي موجودة و نرجعها حق اللي هي منطقة اللعب حق اللاعب نفسه رح نحرس على شغلة واحدة بالنسبة للقرى هذي اذا موجود على مسطح ارضي طبيعي نفسه هذا ما علي شيء رح يرجع له عفوا يظل موجود باللعبة ولكن اذا نفسهني ضل على مسطح سخري رح يطلع برا اللعبة و رح يخسر اللعب رح نشوف فائدته انه يظل موجود هذي لي ما ينشاللون مجرد ما نحطوا ما رح ينشاللون يظلون مكامل فراح نشيل و اي قرية من هالقرى موجودة على مسطح صخري رح يطلع برا اللعبة الحين ناخذ ريسورسز و نرجعها بالجنطة مرة ثانية حتى اللي موجودة على الخريطة اللي ما تم اخذها و نقوم بعملية خلطها مرة ثانية و توزيعها على البورد نفس ما سوينا في المرحلة الأولى في هذا الشكل وزعناهم والحين نبدأ مع المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الستلمنت الاستعمار في المرحلة الكشبرور قلنا لازم نبدأ من البحر حاليا رح نشوف ميزة هذه القرى الحين لما نبدأ لازم نبدأ على واحدة من القرى اللي احنا حاطينها من قبل عندنا على الخريطة علشان هذا أنا كنت أقول لكم يعني مثلا نحاول ما نحطها على مسطح صخري نفس هذا على سنة لا تضيع علينا في نهاية المرحلة الأولى و نبدأ نستكمل اللعب طبعا هني كان منه آخر واحد لعب كان الأصفر آخر واحد لعب فيرجع الدور مرثاني عند الأزرق و يبدأ يلعب طبعا نفس الشي يقدر يحط يتوسع على مسطح هني أرضي صخري أو حتى يقدر يقدر مرة ثانية يكمل يبدأ بشي اسمه مسطح بحري ولكن لازم يكون مجاور حق واحدة من القرى اللي هو حاطها على اللعب فنستكمل اللعب بنفس الطريقة مالت اللي هي المرحلة الأولى نفسها رح يبدأ هنا و نكمل لحد ما يتحقق واحدة من شروط انتهاء المرحلة اللي هي يا ان تنتهي الريسورس او ان اللعبين يوزعون كل التوكنز عندهم بعد ما تخلص هذا رح نقوم بعملية حساب لسكور مرة ثانية بنفس الطريقة و نجمعهم واللاعب اللي حاصل على اكبر سكور وهو اللاعب الفائز اللعبة جدا سهلة و حلوة و ممكن تصلح عائلية او تصلح تلعبها مع ربك ولكن فيها شغلة بسيطة اللي هي ممكن ان فيها شي بسيط من النذالة انك ممكن يعني واحد يخرب على الثاني او انه يسكر عليه الطريق فاذا القروب اللي عندك ما تصلح للنذالة يمكن ما تصلح لللعبة ولكن عامة بشكل عامة انا شوفها تصلح للجميع و ممكن تلعبها بروح رياضية راح تستمتع فيها و ما تطول اللعبة مع هذا يكون انتهى شرحي للعبة و اتمنى انها حاز على اعجابكم و اتمنى لكم لعبة سحيدة